كنت قائد عمليات فوج المغوير وقضت هذه المعركة وانتهت هذه المعركة بفوز ساحق لجيش اللبناني بعد محاصرة هذا المخيم بعد قصف هذا المخيم وستخدم فيه كمان سلاح الطيران وستخدم فيه يمكن الحصار من كافة المحاور لو تشرح لي يمكن كيف ننقربها عسكريا وليس سياسيا طبعا هلا بتتقرب انه البناء التحتية جهزة تحت العرض للي تيل بمواجهة الجيش اللبناني وقتها انه الدمار اللي صار كان مكلف بالنسبة لانه بدك تشؤ طرقات بدك تحافظ ع عسكر انه العسكر اللي بده يقرب خمسة متار بدك تضرب حساب كبير اذا انصاب بدك تسحبه بدك تسحبه بدك تعمل معركة تحت الارض انه شغلي كتير صعب يمنع منع شغلي هيني منها كنت مكلفة يعني معركة نهر البارد كنت مكلفة بقى هني عندن منطقة طويلة عريضة يعني منطقة غزة منطقة نسبيا كبيرة يعني تجاهها نهر البارد كمساحة بالوقت ذاته والبنى التحتية ضربين حسابات كل كل الاشياء حتى الانابل او الازيف الانابل ممكن تخرق تحت الارض اكيد ضربين كل هالحسابات البنى التحتية اللوجستية طبعون المستشفيات الطبابة كله اكيد تحت الارض بتاع ان يقدر يشتغله يعني غير اللي يعني يضربوه انت امن فوق الارض الاسرائيلية المستشفيات والولاد والعائلات والابراج اللي ساكن فيها ناس والمستوصفات والمدارس كل هاد الاشياء اللي عم ضربوه الاسرائيلية انت امن بس البنى التحتية طبع الفلسطينية هي تحت الارض ومن هكي انه عم بقول دخولهم صعب صعب يعني ماني 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 على تجربة سابقة اشياء حتى صصيلة بس صعب كتير البنى التحتية تحت الارض اللي موجودين فيها الفلسطيني مجال المقارنة بين الرقعة رقعة جغرافية لنهر البارد او مخيم نهر البارد ورقعة جغرافية لقطاع غزة واستغرقت المعركة انا ذاك مئة يوم او بحدود المئة يوم انتهت في اثنين ايلول اه الفين وسبعة لو تقولي انه هذه المعركة او هذه المساحة الصغيرة اخذت مئة يوم حتى استطاع الجيش اللبناني تحقيق الانتصار فيها على الارهابيين صح اخذت لانه مكلفة عم بقول لك يعني وقت اللي كان يصير تقدم بالنهار عشر متار يعتبر انجاز انه تقدم عشر متار لانك عم تشتغل بقاليات كلها ممكن تنضرب من اي محل ما بتعرف من اي محل ممكن تنضرب الجرافية تتقدم اللي عم تجرب تفتح طرقات لانه ما في طرقاتها بس صير في ردم بدك تفتح طرقات تتقرب المليلات المليل اللي بدك تصحب جريح انه شغلة كتير صعبة الاتيل بالشوارع خاصة بالمناطق اللي فيها ردميات كتير وضع منه منه هين ابدا علما انه زيش اللبناني ما بتأمل كله يكون لمصلحة الفلسطينية لمصلحة القضية الفلسطينية ويتواكب مع جو عربي داعم للقضية الفلسطينية بشكل انه ما يكونوا يعني ينتركوا هؤد الناس اللي يعني يقتلوا لقضية قومية ينتركوا لحالهم بغزة